نورتوني في مادة مانجمينت 201 ماركتينج مانجمينت مادة ممتعة وسهلة معايا بإذن الله بالمناسبة بقولكو ايه؟ طبقوا كل اللي هتتعلموه في المادة دي واعملوا لشرحاتي ماركتينج مع تحياتي دكتور حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور حسين بنكمل مع بعض شرح منهج مانجمينت 201 التسويق او مانجمينت ماركتينج إدارة التسويق شابتر 5 اللي هنتكلم عليه النهاردة تحليل البيئة التسويقية هنبدأ نخش زي ما تعودنا مع بعض على أهداف التعلم في الشابتر ده في شابتر 5 أول هدف للتعلم عندنا هنا أتلاين هاو كستومر عايزين نعمل إطار ونفهم إزاي المستهلكين الشركة المنفسين شركاء المؤسسة والمنظمة البيئة الفيزيائية يعني البيئة اللي بتحيط التسويق بتاعنا كمكان كأفراد أو كده أفكت ماركتينج ستراتيجي بتأثر على استراتيجية التسويق هدف التعلم الثاني هنشرح لي المسوقين لازم يحط في اعتبارهم البيئة الخارجية أو البيئة كلية للاقتصاد أو للسوء لما يحبوا ياخدوا قرارات الهدف التعلم الثالث هنأيدنتفاي داريس سوشيل ترينز ذات إمباكت ماركتينج هنعرف بعض اللي هي الترينز الحاجات اللي بتشهر أول في المجتمع المتعددة في المجتمع وبتأثر إزاي على التسويق 5.4 الـ Learning Outcome الرابع أو الـ Learning Objective الرابع إقزامات التكنولوجيكال أدبانس ذات أر إمفلنسي ماركتيرز هنختبر إزاي التقدم التكنولوجي بيأثر على مسوقين اللي بيعملوا عمليات التسويق تبا دي أهداف التعلم الأربعة نبدأ نخش على طول في Exhibit 5.2 أول رسمة هنا عندي بتنفهم منها إزاي نفهم البيئة التسويقية أول حاجة في قلب الحدث الـ Consumer اللي هو المستهلك ثم يعني المدينة اللي بيعيش فيها الأفراد اللي حوالي مكان عمله ومكان شغله ومدرسته طيب بيأثر في البيئة اللي حوالين الـ Consumer أربع حاجات Physical Environment البيئة الفيزيائية يعني المكان ييعيش فيه السكن المدينة كده Corporate Partners المشاركين معاه في الشغل أو المشاركين المساهمين معاه أو كده والناس القربين منهم والأحسن Competitor المنفسين Company الشركة يبقى أنا دلوقت في بيئة حوالين الـ Consumer بيتنافس عليه شركات ومتنفسين وشركاء للشركات وفي بيئة فيزيائية العربية اللي بيركبها المدينة اللي عايش فيها المول اللي بيروحه ثم عند الـ Macro Environments يبقى نلوقت الـ Immediate Environments فيه أربع حاجات يا جماعة يبقى اللي هو بنسميه البيئة اللي هي المباشرة أربع حاجات Company Competitor Corporate Partners دي الـ Immediate Environments بينما الـ Macro Environments بقى اللي هو اللي هو البيئة ككل أو البيئة الاقتصادية ككل فيها كام حاجة ستة حاجات Demographic التركيبة السكانية Social للمجتمع ككل Technology Technology التكنولوجيا Economic الاقتصاد Political Legal السياسة والقانون والثقافة بتاعت الإيه المستهلك يبقى إذا عرفنا الفرق بين الـ Immediate Environments والـ Macro Environments والعناصر بتاعت الـ Immediate Environment أقصر عليه في الـ Immediate Environments قلنا أربع حاجات Company شركة اللي بيبيع لهم منتجات المنفسين للشركة Corporate Partners المساهمين والمشاركين مع الشركات أو المساهمين أو مثلا أصدقائه يعني خلينا نقول الموضوع بأبسط شوية Physical Environments المكان اللي بيعيش فيه البيت اللي بيعيش فيه العربية اللي بيستخدمها كل دي Physical Environments أوكي إذا الـ Immediate Environments Definition وده مهم طيب عايزين نشرح أكتر معلش يعني بس الـ Update بتاعه أنا آسف دلوقتي بعد ما كلمنا على Immediate Environments هنكلم على Company Capabilities قدرات الشركة إيه هي قدرات الشركة وإمكانيات Successful Marketing firm focused on satisfying customer needs that match their core competencies بيقولك دائما أن المؤسسات بتعمل تسويق ناجح لما تركز على إزاي ترضي العميل وترضي رغبات واحتياجات العميل اللي بتناسب وتلاقي وبتمشي مع core competency أساس التنفسي تمام طيب Corning initially made its name by producing the glass enclosure to encase Thomas Edison light bulb لو خدنا الحالة بتاعت Thomas Edison اللي هو العالم اللي اخترع المصباح الكهربائي but by successfully leveraging its core competency in glass manufacturing بيقولك رغم اللي هو عنه جهة لأيعمل المصباح الكهربائي ده عمل منافسة في صناعة الزجاج الزجاج اللي هنصنع منه اللمبات while also recognizing marketplace trend toward mobile device and Corning shifted its focus وده برضو خلانا نركز أكتر إن السوق وبقى في دلوقتي trend في السوق أو حاجة مشهورة في السوق اللي ايه يستخدموا الاجهزة المتحركة زي مثلا اللمبات المتحركة يقصب بيها mobile device وليس يقصب بيها الجوالات Corning shifted its focus خلاص فده بيوريك إن التركيز ممكن يتجم اللي أنا كنت عايزة بس عمل اللمبة بقى في تطوير في صناعة الزجاج بقى في تطوير اللي أنا بقى عندي زي اللمبات متحركة وتتحرك معي اللي هي اللمبات اللي بتتنسك في الإيد أوكي يا جماعة ودي مهمة جدا يبقى بيتكلم هنا على capability وقدرات الشركة لعمل منتجات تلاقي وتتماشى مع رغبات المستهلة هنتكلم على competitor المنفسين competitor هنا في موضوع التسويب يولي know the strength weakness likely reaction to firm marketing activism لازم أعرف كويس جدا قدرات قوتهم ضعفهم وإيه الردود الأفعال اللي غالبا هيعملوها تجاه نشاطات التسويقية لو أنا عملت حملة تسويقية هم هيتصرفوا ويعملوا ايه دي مهمة جدا 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 بالنسبة للمنافسين عندي هنتكلم بعد كده على corporate partners corporate يعني منظمة partner شركاء يوصد ايه party that work with the focal firm يعني يوصد بكل الناس اللي بتشتغل مع المؤسسة أو الأحزاب أو الجوانب أو الأفراد أو الأطراف اللي بتعمل مع المؤسسة المقصودة أو اللي هي في بقرة الاهتمام عندي نو أو ناو واحد اسم ناو works with manufacturer to develop clothing from sustainable material في واحد اسم ناو ده يعني شركة أو فرض بيشتغل مع شركات ملابس أو مصنعين ملابس عشان يطور بعض الخامات اللي بيعملوا منها اللي بيعملوا منها الملابس وتكون خامات مستدامة طب ناو works with its corporate partner to develop socially responsible outdoor life and urban right apparel يعني يقصد ايه بيقولك اللي هو ناو ده بيشتغل مع كام شريك للمؤسسة ومنظمة اللي هو يطور وينمي حاجات socially responsible يعني من لذات مسئولية مجتمعية لانا استخدم حاجات لا تدمر البيئة ولا تؤذي البيئة يبقى حاجات تتلبس في الخروج خلاص لها في ال left تمام خلاص وتكون صديقة للبيئة وما بوصش ما بوصش البيئة ويعلى الجزء ال right وبرضو ملابس ممكن نلبسها في المدينة يبقى في ملابس ممكن نلبسها لما نعمل كامبيج أو نخرج في الغابة أو في نعمل في سفاري أو نطلع بره أو حاجات نلبسها داخل المدينة وتكون برضو كل الملابس دي من المنتجات صديقة للبيئة يبقى دلوقتي منتكلم عن الراجل اللي بيشتغل تبع شركة ومش منظف فيها تشتغل معاها وتعاون معاها بحيث يعمل هدف من أهدفهم يوجد يسمون corporate partners بعد كده نتكلم على physical environments أو البيئة الفيزيائية بتاعتنا أو البيئة المحيطة يعني المحسوسة sustainable developments إن التنميع المستدامة include بتحتوي على land أرض ووتر مياه إير هواء living organism والكائنات الحية product and services المنتجات والخدمات are influenced by how they are used in the physical environments المنتجات والخدمات يتأثرون بإزاي بنستخدم الحاجات والموارد بتاعتنا اللي في البيئة المحيطة والبيئة الفيزيائية المحيطة and in return they can also influence the physical environment غالباً أن منتجات والخدمات اللي بنعملها ممكن تأثر في البيئة المحيطة بينا وممكن تتأثر بيها وممكن تأثر فيها example في الأمثلة energy trends يعني دلوقت الطاقة يعني الجديد في الطاقة ما هو الجديد في الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة الطاقة الرياح كل ده بتبقى حاجات جيدة جداً اللي إحنا إيه بقدر نستخدم تكنولوجيا نظيفة greener practice and green marketing يعني بيقولك الأفعال اللي هي green اللي بتحافظ على البيئة والتسويق الأخضر اللي هو بيستخدم مواد صديقة للبيئة والgreen washing اللي هو الغسيل عن طريق الطرق برضو الصديقة للبيئة أي حاجة صديقة للبيئة نسميها green مش عايزة نسميها لقتصاد الأخضر التسويق الأخضر الغسيل الأخضر الأفعال الخضراء لا يعني نسميها لحاجات الصديقة اللي بيئة معنا أحسن هما بيسموها green على أساس بيعتبروا إن اللون green ده لون الشجر والعجب وده لون النقل الجميل يعني بالآخر هلازم نستخدم مواد صديقة للبيئة ما نلوزش البيئة نستخدم طاقة نظيفة لازم عندي التسويق بمنتجات لا تلوز البيئة دي مهم جدا بالنسبة متكلم بعد كده على 17 global goal of sustainable development فيه 17 هدف له أهداف التنمية المستدامة اللي عملتها الأهم المتحدة هناخد هنا الـ 17 هدف كل واحد ليه رمز كده أول حاجة لما تلاقي صورة ناس كده اسمها no poverty لا فق zero hunger لقى صورة طبق يعني حساء شربة حساء تمام يبقى ما فيش جوع good health صحة جيدة well being ورفاهية كويسة quality education يعني جودة التعليم gender equality التساوي بين الجنسين الرجل والمرأة clean water and sanitation يعني مية نظيفة ووسائل صرف صحي جيدة بعد كده هي دي مش واضحة قوي بالنسبة لي هي بيكلم يعني تستخدم energy نظيفة ثم decent work economic growth يبقى عندي كل واحد عنده عمل وفيه تقدم اقتصادي industry innovation and يعني اللي هي الصناعة والابتكار بقى كده produce reduce inequality بحاول أحارب عدم التوازن وعدم التساوي بين الناس sustainable cities and communities لازم يكون عندنا مدن مستدامة وتقدر تجيب الطاقة بتاعتها والأسالي بتاعتها 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 مستدامة ما تضيعش الموارد بعد كده عندي responsible consumption production لازم يكون عندي استهلاك يعني مسؤول وإنتاج مسؤول يكفي الناس climate action اللي أنا حافظ على البيئة life below water أحافظ على الحياة تحت الماء life on land أحافظ على الحياة فوق الأرض peace and justice and strong institution يكون عندنا سلام وعدالة ومؤسسات قوية تقيم العدل بين الناس 17 partnership for the goal لازم يكون فيه يعني مشاركة وتشارك بالإيه بالأهداف التنمية المستدامة دي أهداف التنمية المستدامة 17 ودول مهمين جدا جدا فبيقول لك هنا دلوقتي development development بتاعت يعني أهداف sustainable development goals أهداف التنمية المستدامة اللي الأمم المتحدة United Nations عملتها سنة March 2000 modified وتم تعديلها في مارس 18 مارس 2019 دي مهمة كون عارفة طبعا ودي من الأهداف المهمة جدا للتنمية المستدامة اللي بتحافظ على البيئة طبعا في عندي هنا progress check what are the component component of immediate environments قلنا أربعة طبعا هسبها لكم تحلوها اللي هي حوالين الconsumer أربع حاجات اللي هي immediate environments هنكمل دلوقتي على macro environmental factors macro environmental factors أو العوامل اللي بتأثر لي على الاقتصاد أو على الموضوع اللي هو برة immediate environments المكرو environments اللي هو أكتر بالاقتصاد الكلي والبيئة بالاقتصاد الكلي حوالين الconsumer وحوالين immediate environments عندنا 6 حاجات demographic التركيبة السكانية social التركيبة الاجتماعية أو المجتمع technology اللي هو التكنولوجيا economic اقتصاد political legal القانون والسياسة وكولتشر الثقافة نبدأ نخش في التفاصيل كولتشر الثقافة ما هي مقصود هنا بالكولتشر أو الثقافة أول حاجة shared meaning believe moral values and customers of a group of people transmitted by words literature and institution بيقول لك دلوقتي هي المعاني المشتركة والمعنويات أو القيم والvalue القيم خلاص والكسومات التقاليد المجموعة من الناس group of people transmitted by words اللي بيتم ترجمتها أو نقلها بالكلمات literature الأدب والإنستوش المؤسسات التعليمية أو الجماعة أو المؤسسات الدينية طبعا تالك نتكلم على country culture country culture فيها نقطتين النقطة الأولانية subtler aspects can be difficult to navigate يعني عايز بيلك فيه بعض المظاهر اللي صعب جدا اللي احنا يعني نمشي جواه ونبحر فيها تمام sometimes best answer is to establish universal appeal نورتوني في مادة management 201 marketing management مادة ممتعة وسهلة معايا بإذن الله بالمناسبة بقولكو ايه طبقوا كل اللي هتتعلموه في المادة دي واعملوا لشرحاتي marketing مع تحياتي دكتور حسين اشتركوا في القناة